والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد خوتي بارتاجوا لي هذا الفيديو لعل تدور أجر معي حبيبكم الله ورعاكم إن شاء الله رنكونوا في المستوى إن شاء الله خوتي بملاسبة عيد الأطحى كلكم تعلمون ونحن نعلم وهم يعلمون والناس جميعا يعلمون والله أعلم وأجد في ما يخص أسعار الماشية إخواني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا ترحموا ترحموا ما بينكم رب غفور وأرض طيبة وفيها بعد الناس جهلة حنان بنقولهم هذا المساج منها فيما يخص أسعار الماشية ذات يوم في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء نفر من السحابة قالوا يا أمير المؤمنين إن الماشية قد ازدادت هذا العام ماذا قال أمير المؤمنين اتركوها تبخص لكن اليوم جينا ذهم أخوتنا الموالة يا أخويا الموال يا أبن عمي يا أخويا في الله والوطن والدين والملا ارحم الناس بالأسعار خدم الأخيرتك القبر صندوق العمل اليوم ما رك عايش وغد ويقولوا مت يا خدم خدم الأخيرة تعك مهما جمعت المال مهما كنست الدهب والفضع كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء أشائم هالك إلا وجهه ماذا بي يا أخوتي هذه أيام العيد عيد الأطحى ركاين فقارة بزاف المساكين بزاف يعني ما تقصوا الأسعار أنت على المواشي ما هوش حقها بشيريها بعشرين مليون ولا هجمهش بي أصفا أخويا هذه السنة من سنة الله انت ركدير في بالك من اللي غادي ترمح في هذه الخروف لكن دي رحسابك من اللي ركتحارب في الله وحنا ما نشقى بين نحارب الله كونكم طيبين وديروا الخير لبعثكم بعد ووقفوا مع بعثكم بعد الله أكبر وتحية الجزائر